أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الدرس سوف نتعرض إلى رسالة جديدة تتكرر بكثرة في امتحانات تلك بأينس وآتسفاي الرسالة هي إلى المؤجر بسبب تعطل المدفأ أو تعطل ما يسمى باللغة الألمانية المدفأ الموضوع باللغة الألمانية يقول تحياتي الحرة السيد شميد هنا تكتب صغيرة يعني بهذا المكتوب أو بهذه الرسالة موشت إيش إينا ميتطايلين وريدو أن أخبيرك dass ich in meiner Wohnung ein Problem mit der heizung habe بأنه لدي مشكل مع السخان أو المدفأ في بيتي أو في شقتي لقد حاولت أن أتصل بك هاتفيا لكنك لم تجب على الهاتف أو لم ترد علي هاتفيا Die heizung المدفأ ist seit drei Tagen kaputt المدفأ أو سخان هو منذ ثلاث أيام معطل ومن ثلاث أيام المدفأ في بيتي أو المدفأ أو المدفأ تكونوا في الوقت الحالي باردتون جدا لأن أطفالي وزوجتي لا يستطيعون المكوث أو البقاء في البيت من كثرة البرد لديها بارد شديد منذ الأمس لذلك لهذا السبب بيتي إيش زي أطلب أو أرجو منك die heizung المدفأ giparieren zu lassen يعني أن ترسل شخص أو تترك المدفأ تصلحوا من قبل أشخاص ويكون هناك المدفأ من المدفأ وأيضاً أخرج من مدفأ أكون في الأسبوع القادم كامل اليوم في البت يمكنك أن تتحصلوا على هذا الرقم ويمكنكم أن تتحصلوا على هذا الرقم ويمكنكم كتابة الرقم نقطتين وتكتبون أي رقم يعني سوف أسعد كثيرا لرد قريب منك أو برد قريب منك لبقرأة تحياتي الحارة علي في هذا الموضوع أو في هذا الموضوع الذي سوف أترك لكم رابطه في صندوق الوصف يمكنكم أن تجدوا كذلك الترجمة يمكنكم كتابة الموضوع بطريقة أخرى يمكنكم ترجمة الجمل وحفظها سوف تساعدكم أعزائي كثيرا في النجاح في الامتحان إن شاء الله تحياتي وإلى اللقاء